السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عصام من قناة عصامية تخباركم معي عاملين ايه كنتم ومشاكم كله تمام عدنا تاني للمقارنة الحركات والسلسلة المحابقة الى قلبي والى قلبكم وهي سلسلة مقارنة المطاعم العالمية ضد المطاعم المصرية عندنا اول مطاعم معانا هو مطاعم باباس جونز مطاعم عالمي قوي جدا ضد بقى مطاعم تشاو بيتزا مطاعم مصري اصيل وناس كترة جدا بتشكر فيه طبعا بالنسبة تشاو بيتزا فانا جربته من حوالي 9 شهور كده تقريبا فاكر لما انا جربته لحظت ان هو متأثر جدا جدا ببابا جونز من حيث التغليب من حيث كده طريقة البيتزا الحاجات اللي عنده تشعنده مثلا تشيكون رانش عنده ببيروني يعني تشعنده تشعنده ببابا جونز المصري وبرده انا فتكروا ان الشهر مطاعم تشاو بيتزا هو البيتزا بتاعه تحت الرانش كناس كترة جدا برضه بتشكر فيها فالنهارده بقى هنعمل مقارنة بين الاتنين ونشوف مين هيكسب هل العلامة هيكسب ولا مصري ابن والدنا حبيبنا هيكسب هنعرف النهارده وتعالك كده قبل ما نبدأ اطلب منكم طب كالعادة عايزين نوصل حالة للنهارده ولا استنوا استنوا عندي ديكم مفاجأة قوية جدا سويكم من اللاكات اللي عندنا انا داخل تحدي كبير جدا طبعا اللي عرفني عارف ان الان بدقة قناتي على اليوتيوب من حوالي كده 2019 11 يعني حواليك 3 سنين تقريبا يعني وطبعا كل اللي عارفيني عارفيني في مجال الاكل يعني تجربة المطاعم تجربة المنتجات طبخ حركات ولكن بقى محدش يعرفني في الكورة ايوه كورة داخلنا عكاس عائلة مش يقول عائلة وانت بتشوف الحلقة دي نزلت في نفس الوقت حلقة تانية في قناة اتنين في واحد القناة دي متخصصة في الكورة تحديات بقى ورد الفعل وحركات وعايزكم ان القناة دي اين بها اتنين واحد اهلاوي وواحد زملكاوي وفي نفس الوقت واحد بيشجع عليه مدريد وواحد بيشجع عليه بربول وتفرج بقى على عركة والصياحة اللي بيحصل في القناة دي يعني بصراحة بالنس بيتبع القناة دي بصراحة محتوىهم ممتعة جدا المهم يعني تحديات القناة دي وقلت بقى حلقة بقى معاهم كده كورة ونشوف بقى ايه تحديات كورة كده وحركات بقى زيه وتشوف كده على اليوتيوب بقى فانتوا بقى متعرفيش في الكورة بصوا بقى نفقتوهم نفقتوهم هتفضوا وتشوف يعني دخلت معهم خمس تحديات كده وتفرجوا عليهم كده تفرجوا وان شاء الله هتستمتعوا سيغف الله هتتحكوا لازم تتحكوا دي فضيحة المهم يعني انا عايز اطلب لكم طلب قبل نخشوا في المقرنة بتاعتنا وهو ان انا ادخل معاهم تحدي تاني غير بقى الخمس تحديات تحدي على اللايكات فاول الفيديو عندهم هناك طلبت عشرة طايف لايك هم تخضوا ايه ده ازاي عشرة طايف لايك اللي احنا قلتنا بتجيب الف مشاهد بالعافية لا تكون فيش الكلام ده المرودة نطلع معاكم يعني الناس اللي تابع هتجي بها تتفرج وتستمتع وتعمل لايك المهم يعني بعد مفاوضات نزلنا من عشرة طايف لايك لالف لايك فياريت روح في قابل فيديو وتمنى لقلشوا لايك اش تكسفونيش وتكسفوني نرجع بعد موضوعنا وعايز اقولكم انا جبت الحاجات المتشبهة في المطعمين يعني جبت اربع بيزات هنا واربع بيزات هنا جبت واحدة خضروات هنا واحدة خضروات هنا واحدة خضروات هنا واحدة جنباري هنا واحدة جنباري هنا واحدة بيبروني واحدة بيبروني واحدة بيبروني واحدة تشيكن رانش واحدة الشيكن رانش جيت بقى عند مقابلات لديت حيات مختلفة كتير هنا وهنا وقلت لكي برضو حاجة متشابهة فجبت تشيكن وينجز وجبت تشيكن وينجز ومعانا كاتشب هنا وهنا اعتقد مش جايبين حاجة هنا انا بالايدة باشا نبدأ اول حاجة ببيتزا الخضروات بالنسبة للاسم هنا اسمها بيتزا خضروات عادي خالص هنا اسمها بيتزا اسبيشال جاردن اللي هو الجاردن الاسبيشال ده ركامة حرفية طبعا هنا سلد ودي حاجة كويسة هنا رأي من السلد مش فرق يعني انا شايف ان الحجم اعتقد الشاوبيتزا اكبر سنة سنة مش ملحوظة كمان ده كده الشكل بتاع شاوبيتزا عندنا زاتون كتير طماطم كتير جبنة كتير شغل عالي طبعا مع بيز دي بيجي سوس ده سوس ايه ده سوس ساوزان ايلاند الف كزيرة نيجي بقى هنا عبابا جونز طبعا سوس بتاع الحلوه هو سوس الرانش الجميل ونخش بقى كده على البيتزا شكل البيتزا يعتبر اصغر من التانية سنة المكونات هنا برضو كتير زاتون كتير طماطم كتير فلفل كتير وهنا الحواف بيجينا اكبر من الحواف بتاعة شاوبيتزا نيجي بقى للسعر وفيه هنا بقى تفوق ملحوظ للشاوبيتزا سعر الشاوبيتزا عامل 55 جنيه اما بقى بابا جونز عامل 70 جنيه يالا الفرق انا اللعب يا سيل يالا ندو نقطع كده حتة سليسة يا جميلة طبعا بالنسبة دي كلناس عارفها اياك متكونش عارفة انا ده انا بقيل ثلاث سين في القناة مناخد برضو سليس جميل كده ده كشكل سليزات طبعا ده مش كبير ده اتنين في واحد ده نص سليز يعني كحجمه هو هو تقريبا نبدأ بمين؟ تعال نبدأ بابا جونز عشان نسترجع الزكوات الجميلة طبعا قبل ما نقول لك والآن حانا وقت التزوق بسم الله أحمد رحيم نبدأ بابا جونز صراحة عاجلينة حلوة طرية المكونات هنا كثيرة قوي تلحس كاف الشكل مش كثيرة مدوق لأ فيه تنوع رهيب المكونات مشروم فلفل طماطم بصل طبعا صالت ترانش اي محبابة الى قلبي احسن صالت ترانش ده كمصر تي برضو حاجة كده ما تحاش لازمة يعني أولا سأل لكم عجبني حيطة هم عامين مكان للسوس اني بصوا فين حيطة كده بصوا هنا فين حيطة كده للسوس وبتاعه حركاتي يعني يالله نخش باعة لخضوات هنا وهنا بشكلها يعني جبنة اكتر نشبعها اكتر بسم الله هنا عاجلنا ارفع بكتير هم مالتين صراحوا رفيعين بس انا حاس هنا ان المكونات هي تغيب في الطعم مش عاجلنا هنا كنت حاس بعاجلنا هنا العجلنا فائع جدا تبتسيح طب صراحة هنا مكونات اكتر بكتير من فوق الطعم اعتبر الاثنين قربين جدا من الطعم يعني عاجلنا تعتبر شبه المكونات فوق طب موت ومخلاط نفس التانية يالله اختب في الطعم شي اختلاف يعني حتى وين تتفك العاجلنا من ورا غير قدامها قدام هنا تحسر عاجلنا فائع جدا تبتل ورا حسر عاجلنا هنا مشوبها الدي اوي ناخد كده حتت بقى ايه الف جزيرة صوس الف جزيرة جميل ده نضب وينو نضرب مم مستعمل ازاي؟ صوس لذيذ بس رانش اقلت ازاي نيجي بقى للحظة حاسمها لحظة نتيجة وعاكنا هتشتم بس يالله بش مشكات عاودت خلاص العكسة في خضروات هو ايه ده بس ايه ده استنى علي انا شايفك عاب تكتب كومنتات بقى وطاعة تشتمني بقى ايه ده فعلك فلوس والله ما ده فعلي حاجة فليت يتفعولي يعني تقول لا بس مش عامل كورنا وهي تفعولي لا لا مش بعمل المطاعم ده ده نقف الحوار ده ده فكه خضروات شاوبيتزا كسعر افضل وكه كمية وحاجات كتير افوء افضل بكتير الصراحة ندخل بقى على البيتزا اللي بعد كده وبيتزا اللي بعد كده بقى هي بيتزا كيبروني هنا وهنا واجبتها حجم وسط نفتح طبعا برضو دقتيب هناك سصص اه الف جزيرة طب غاية طب ما وبعد كيف سصص بالنسبة للعجينة بس مش اكبر قوي يعني مرضو ايه اني حجم بسيط صح وده بتاع لي يعني اه نيجي بقى بالنسبة للسعر في سعر الميديم بتاع تشاوبيتزا عامل 100 جنيه اما بقى بابابا جونز في سعره عامل 117 جنيه بالنسبة بقى للشكل بيتزا بتاع تشاوبيتزا فانا حاس ان بيتزا هنا زعلانة يعني تحس كده مطفية البيبروني تحس كده بضل مغمئ متعرفش ليه اما تيجي تبص بقى على بابا جونز فتلاقي بقى ايه ببروني كده محمر كده وحلو كده وتحس ان البيتزا مبهجة وبالنسبة للكمية فانا شايف ان البيبروني في بابا جونز ده متواصل اكتر بصراحة عن التانين فكشكل مبهج فانا حاسس ان بابا جونز جان برضو بيتزا امريكية برضو بتاع شغل عالم هنبدأ بقى المرادي باستاذ اتشاوبيتزا طلع برضو صليصينا برضو ايه ده بابا جونز حاسو بزايد جامل او مارشو بيتزا مزايدة بص بزايدة ازاي؟ لكن هنا اعني اشف بصوا بالشكل مقارنة من البيتزين من هنا اعلى جنب ان اشفها شوية باسم الله يعني عاجلة نطيفة جبنة برضو ممتازة شبه بابا جونز بس ببروني مش بيكايفني اقول صراحة حاسو ناشف سنة تعال بقى هنا نبش على بابا جونز وندوق بسم الله وحاطين نص كله ببروني في فوق البيتزين هنا ببروني برضو ناشف مشتري بس تحس ببروني هنا كريزبي هنا ناشف في فرق خلي بالكم لأ فعلا اللي عايز بيتزا بيت ببروني فعلا ايجا عن بابا جونز نوع ببروني بتحبش وفي نفس وقت كريزبي هنا تحسه ناشف سنة لا ازامتهم مش فولي صراحة هنا هتلاقي اطراف ببروني ناشفة لكن من جوة راية كان هنا كريزبي شاوبيتزا بتحس هنا بالعجينة والجبنة هنا بتحس اكتر ببروني اكتر من العجينة والجبنة طبعا لو انت بحست هتلاقيه بيكون بيتزا مش هقلوب بيكونها كده بيكونها كده بيكونها كده بيكونها كده بيحس الطعم ينزل قوي على ثانية طريق دي جيبتاني على النت بس مردو نقول انا شايف عيب خطير بيتزا بتاعت بابا جونز من بيتزا مزيتها في زيت كتير فوق بس زيت ده مش هيعجي بناس كتير ليجي بقى لنتيجة كبيتزا وسعر شاو بيتزا وبيتزا كويسة مش حويش بيروني بتاعها كويس مش حويش بردو بس كواحد بيحب بيروني اينا هو واحد كليف كده بيجي بيروني عليكوا مع بابا جونز بغض نظر عن الغلاو السعر وغض نظر عن الزيت فانا محتار بصراحة اني احتارة كسبين فيهم بس هكسب بابا جونز يدعانيا مني عشاني نظمط البيبروني بيعمل بتاعنا بقى نرايح شووية من بيتزا ومتعا نخش كده في النص على المقبلات وعندنا اجنحة الدجاج The chicken wings بالنسبة بابا جونز فهو عنده انواع كتيرة من اجنحة الدجاج عم تلك انواع تقليبا عنده حار وبر بيكيو وحد الثالثة كان مش فكرة هي انا جبت برب بيكيو لان انا فاكر ان الشاو بيتزا عنده اجنحة الدجاج برب بيكيو لان هو حتى في المانيو مش محدد هو كتب بس اجنحة الدجاج بالنسبة للكمية بابا جونز عنده ست اجنحة وعشر اجنحة هنا مش كاتر كم كمية ليجي بقى للسعر بالنسبة للسعر فسعر بابا جونز عامل 49 جنيه اما بالنسبة للسعر تشاو بيتزا في سعرها عامل 40 جنيه ونشوف بقى الكمية عامل ازاي اب اه ستان ستة ومعهم سوس بربكيو دا كشكل السوس نفتح بقى استازنا الجميل تشاو بيتزا ممم لانه تقليب احلى الصراحة والكمية شكلاه اكتر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة ثمانية هنا ثمانية هنا ستة وهنا اغلى فوق مرفوز ناخد بقى جينة حاية وناخد ماء جينة حاية نبدأ نوريكو هل مش بتعمل ازاي؟ الاتنين تقريبا واحد يعني كحجم واحد فيش اي فتلاف تقريبا نرسل فرق تقريبا بس الصوت هنا الصوس اغمأ هنا الصوس افتح نبدأ بتشاوي بسم الله الله بس بايسي بس غريبة دي انا فاكرا قبل كده كان بربكيوه هم غيرولة خلطة اللي ده ما مش بربكيوه والس اغمي يجبا شخص فلاピشه بس حرقه اغمش حرقه في الفلسول كتر ق BREEMA صوت هنا كأجنحة تجاجة حلوة ولكن الصوت بربكيوه τα حم مش عاجبني الصراحة لا صوت هنا خفيت مش قوة في الطعم ولكن كمكمكرمة مش بالنفع عن القرب ببعد ده حاجة وده حاجة لكن كطعم على البيتزا بدا افضل يعني افضل من ده بكتيل يعني دوت كله فلفل سود وحاجات بس مش هندي نتيجة يعني مش هنكرهم ببعض فان انتوا بقى ليه شوفوا انتوا السعر والكمية طور انتوا عزوق كبير من اكسفان نخش بقى على البيتزات طبعا زي ما تلكنا منوع في البيتزات فجاب مرودي بقى بيتزا سيفود بيتزا جنبري فتعان بص اي عمل ازاي نوع الجنبري مختلف تماما هنا جنبري صغير وهنا جنبري يعني جامبو تقريبا لا بص بقى لحظة كلمة بالسعر في حالة البيتزا يكسب ببا جونز بكتسايا في كله ولكن هبص برضو من ناحية برضو الكمية وكده انا شايف ان تشاو بيتزا حاس ان الجبنة اكتر حاس ان هون برضو هنا ضيفين على الجنبري حاجات ضيفين زتون ضيفين فلفل بصل حاسها ايه خضروات بس هي جنبري هنا فلفل اغضل وطمط مية كده وحاطين جنبري وجبنة بس على استحياء كده نيجي بقى المعدلية دي الجنبري انا شايف ان هنا مستخدم جنبري كبير وحاطي الجنبري ايه على كل سلايس هنا كمعادلة مختلفة ببا جونز هنا عمل لك ايه عمل لك جنبري صغير ولكن مكتره فهتقول لي افضل ايه افضل جنبري كبيرة موينة على سلايس واخدها في قطمة وخلاص ولا افضل جنبري صغنة بس كتير لا انا بالنسبة لي بروح مع بابا جونز في الحتة دي ولا ايه جنبري ده فكرت فيها بالاعل يعني اه جنبريتين صغيرين يعادلوا جنبريا بالكبيرة فاعتبر هنا في تعادل في الموضوع نجرب بقى الجنبري بتاعهم ده عمل ازاي مش بيقطع سلايس حلو هنا نبصهم قطعين لي سلايس اربعة اربعة كبار هنا برضو ناخد واحدة كبيرة برضو نبدأ ببابا جونز ونشوف الدين مش ازاي بسم الله الجنبري واعد يعني كان عجينا وجبنا وكل حاجة مخص حرفنا لكن الجنبري عافية انتوا حسوا كاي الجنبري مجمد كده هو عد بتجيمه من ايسوب الماركت كده عد خفيف كده بتحطه فوق البتاع حاجة كده على خفيف يعني مش هو او عام بصر بقى كده على شاو بيتزا لا تصدقوا كل ما الجنبري يجمر كل حس كاب طعم اللحمة بتاعته والشدة وبتاع ان هنا نوع الجنبري المسالميه مشكله حلو ومن الزفر ما اجابين عجينا اجاب من صدقوا حس كابل عضة طعم وهم برضو متابقينه كابل مزباطينه برضو ملاحظ هنا ان هم مقاطرين بصر البصر مع جنبري عاملين هيا شغلة عالية والله ان شايف تكاورب في الطعم بس لا انا باللزبالي نوع الجنبري ده عجبنا اخطى من ده فالهكسب هنا هو اتشاو بيتزا نيجي بقى لاخر بيتزا معانا واخر مقارنة والمقارنة الاقوى على الاطلاق وقلت بقى سبها للاخر عشان نحمس الجوة كده وهي مقارنة بيتزا للشيكن رانش وانا زعلان هقولكو زعلان ليه نفتح كي انا برضو فيه شغلة عالية هيحصل هنا بص شكل بيتزا عملت زيبال الحركات انا بقى زعلان ليه زعلان عشان نشايف ان الفراخ هنا هي قاة لسا كتيرا مساكتش كبسعة شهور تبص على ديوك القديم تحس ان الفراخ اكتر من كده يعني تقريبا اقل من ضعف هنا بقى مش شايف فراخ مش عارف ليه ايه اه متقطع بس اصغر من هنا يعني هنا اه مابودة برضو كتير الصراحة بس اصغر فراخ هنا وقطعنا كبير دي بيزا كويس هنا بقى قاطع ليه فرخة صغير بس انت فرخة مش باينة وارفش انهم حطيني فرخ كتير تحت الجبنة فالجبن وغطيها عالفرخة مش عارف نيجي بقى للسعر وبالنسبة للسعر الشكل بيتزا عامل 132 جنيه اما عند باوا جونز عامل 154 جنيه نبدأ ناخد سلايس نجد له حركات هنا برضو ناخد سلايس فانا شايف ان سلايس بتاع تشاو بيتزا غاني اكتر بصوا منظر بسم الله لمهم نيجينا هنا قاشة جدا متانية مع اني حاس ان هم قالوا كومنتي الفراخ بس برضو فقد كتير برضو وبين وحلوة ناخد شبا كده على قوا جونز نضوق هنا حاس بيتزا عرفع بقى تشعبت ازاي بصوا اما تحصل طعم الرنش بتاعبو جونز طعم مميز ومفاش حد يكثبه فيه نانش نرضو طعمه طوحو فا ممتاز بس بابا جونز احلى في طعم الرنش ولكن بقى كبيتزا فى الامر مختلف بصوا ركزوا معنا حتة دي كطعم بيتزا منفرد كده فبابا جونز يكسب لكن كسعر وككمية مكونات وتحس كده في ريتش في بق لحس الطعم والاكل والحاجة فانا شايف هنا هدى لتنت عدن تحس وزنية يعني هنا السعر افضل وكمية اكتر لكن هنا كطعم افضل بصراحة فترة دي ملاحظ ان المطعم مصرية بدتشد تحلها كده وبقى التنافس جامل للمطعم العلمية طيب دي كانت حلقة النهاردة وطمان بقى استمتعت بحلقة النهاردة وعايز اقول لك حاجة ده رأيي شخصي ممكن انت تجرب افضل جربته وتلاقي ان بابا جونز احسن بكتير جدا من اتشاو بيتزا وممكن تجرب احسن للعكس لان اتشاو بيتزا احسن بكتير من بابا جونز كل واحد ليه قراءه ولكن انا ببارك التجربة وفرجك عليها المهم يعني بقى لو شفت حلقة النهاردة بقى عايزك تطلع من الحلقة دي بقى وتروح عطول على قناة اتنين في واحد وهسبتك الحلقة بتاعتي تحت في الكومنتات روح بص عليها وتفرج على الحلقة وتشوفني بقى وانا بقى بصوا بقى في الكورة بقى وبقى 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 وجماعة زبطول يا جماعة انا بحبوكو زبطولك كده عزي مصر حقا هناك 1000 لايك حتى نشكل واحد عطلهم ما عب عليكم الناس عندك تخش تعمل عشر تلاف عشرين الف براحتهم فعقل لي وصل 1000 لايك عشان بس ايه بقى وش حلو كده مبصوا بقى جبتلكم 1000 لايك دي كانت حقاة النهاردة بتنساش بقى اللايك متاعي برضى كمان مش عشان انتو عملتهم للايك بتكلم تعملش لايك انا كمان لأ انا عايز برضى عندي لايك اوت بعد يصدق يعني عايزين نوصل حاجة النهاردة عشر تلاف لايك مصحيح عايزين تحت كومنتات تبلي ايه رايك في اللعب جامل ولا ايه متسيحش اه هو متسيح يلا نشوفكم ان شاء الله في الحق القادمة وكان معكم محمد عصام من قناة عصام ما تنساش شير اللايك استوي اسكريب السلام